وكانت وزارة العمل قد أصدرت تقرير تحليل بيانات التقارير السنوية والمالية لمؤسسات التدريب الخاصة التي تشرف عليها الوزارة وذلك للعام 2021 وأظهر التقرير أنه تم تدريب أكثر من 29 ألف متدرب من خلال 83 مؤسسة تدريبية تشرف عليها وزارة العمل وجاء في التقرير أن أكثر القطاعات والبرامج الجاذبة للمتدربين هي مجالات الصحة والسلام المهنية بشقيها النظري والعملي تليها البرامج الإدارية فيما يحتل المجال الهندسي بمختلف تخصصاته من هندسة طيران وهندسة كهربائية وميكانيكية المرتبة الثالثة أما المجالات الأخرى ومنها الاتصال واللغات والمجال الطبي والتموين والفندقة فجاءت في ذيل قائمة القطاعات الجاذبة للمتدربين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر